الحقيقة طبعا اللي قالوا ان الخمر ما هيش نجاسة لانه فعلا هي قضية خلافية ما بين الفقهاء هل عين الخمر نجسة ولا مش نجسة فده خلاف فقهي ده صحيح لازم ان احنا الامان العلمية تقتد ان احنا نوضحه للناس هل عين الخمر نجس او ليس بنجس الحقيقة طبعا اللي قالوا ان هو مش نجس قالك لان هما كانوا بيصلوا وممكن يكون شارب خمر لكن ربنا نهى انه لما ييجي شارب الخمر ما قالوش يا ايها الذين امانوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارة انما اتقاب يعني ما قالوش اتمضمض او اغتسل او عيد وضوءك فقالك الاية نفسيها ما دلتش على ان عين الخمر هي النجسة ولكن دلت على ان حالة السكر هي الممنوعة انما الفريق التاني قالك طبعا احنا نود فين قول الله تبارك وتعالى انما الخمر والميسير والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطاني فاجتنبوه لعلكم تفلحون يبقى الاحناف ذهبوا الى عدم نجاسة عين الخمر الجمهور ذهب الى نجاسة عين الخمر خدت بالحضرتك من الكلام يبقى الحكم النجاسة في الخمر هنا الجمهور ذهب الى نجاستها واستدلوا بايه بانها رجس من عمل الشيطان الرجس يعني نجس نون جيم سين فانا شخصيا اميل الى رأي الجمهور في هذه المسألة الى نجاسة عين الخمر بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن الله شارب الخمر وحاملها اذا كان اللي شار الخمر اتلعن في الملعونين الذين لعنهم الله تبارك وتعالى اذا كان وشاربها والجالس مجلسها والاكل سمنها انت عاوز ايه ده بيقولك النبي لعن فيها 17 واحد واللعن يعني الترض من رحمة الله لو كانت الخمر مش ناجسة ما كانش يمكن انه ينهاك انه تجلس في مجلس فيه خمر يعني جالس اللي بيقعد لك اصلا ده مؤتمر علمي اصلا كنت في موقع ما فيش حاجة اسمه مؤتمر علمي وانت قاعد الكاسات عمالة تدرب في بعضيها قوم لحد ما يخلصوا طفح السم الهاري على الالبوم وارجع تاني شارك في المؤتمر العلمي بتاع حضرتك يا اينشتاين انما حتقعد معاهم حضرتك علشان هم بيشربوا خمر قاعد بتشاركهم وتقول يا رب يعني حتقدر تقنع ربنا يوم القيامة تقوله اصلا كنت في مؤتمر لبحث الامور الطاقة مش حينفعك هذا الكلام جالس شور بالخمر مجلس شور بالخمر انت حضرتك ولقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا رأيتم ايات لا يكفروا بيها ويستهزئوا بيها فلا تقعدوا معهم حتى يحوضوا في حديث غير انكم اذا مثلهم ان الله جامعه الكافرين والموفق في جهنم جميع يا اخي واذا مروا باللغو ومروا كرامة ما قالش واذا قعدوا مع اللغو ومروا كرامة يعني مجالسة شارب الخمر في حد ذاتها سبب ازباب اللعنة الوجود في مالها ليلي سبب ازباب اللعنة المالها الليلي ما كان تتنزل فيه اللعنات عاوز ايه تاني اكتر من كده طبعا ما نجدعوا بالاشخاص واخرتهم مع الله زي ما قلنا قبل كده في اللي ماتوا الله يرحم الجميع احنا مش بنحسب العبد احنا بنحكم على الفعل مش الفاعل على التصرف مش المتصرف على القول مش القائل خليكم منصفين تعالوا نتعلم الانصف وحنا بنتكلم مع بعض فعلى هذا الخمر هنا ربنا يقول رجس من عمل الشيطان وانا اقول لا مش رجس يبقى كلام كده الحياة انا مش حادر استحمله تعالوا نيجي نتكلم في الخمر خمر يعني ايه حضرات السادة المشاهدين يعني حاجة بتخالط المخ تخالط الرأس يعني الخمر هو ما خامر الرأس ولذلك بنقول دا العمامة اسمها خمار الست اللي بتغطي رأسها ربنا يهدي الجميع اسمها ايه خمار لانها بتغطي الرأس الحديث مؤخر جعل اينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خمر رأسه غطى رأسه فوربنا بقول وليضربنا بخمرهن على جبهن اللي كل اللي يدخل الدماغ بقى ويأثر فيها اسمه خمر ولذلك بتقول انا يخامرني الشك في الولد دا وفلان بنام احنا في مصر يقول ايه دا مخمر نوم احنا بنقول كده في امثالنا ولذلك الخمر دا هل اشترط الله عز وجل انها الخمر اللي بتأثر على الدماغ ركز معايا شكلام مهم قوي اشترط الله ان تكون سائل ربنا قال انما الخمر اذا كانت في سورة سائلة ما احنا عرفنا ان عناصر شكل العناصر تلاتة يئما السورة صور العناصر كام صور العناصر اللي موجودة في الطبيعة تلاتة يئما صلب يئما سائل يئما غازي يابتاخد شكل الغاز عنصر غازي يئما عنصر سائل يئما عنصر صلب التلاتة عناصر دول ممكن المادة تتوجد زي الكربون مثلا ممكن المادة تتوجد في التلات عناصر انتوا مدرستوش فيزياء انتوا كنت في الزواغوا من حسة الكيميا ما الكلام دا احنا عارفينه موجود درسناه وإحنا عال صورة في المدارش فعشان كده العنصر المخدر اللي هو الحشيش والأفيون هو خمر احنا بس بندلعه نسميه حشيش نسميه ترامدول نسميه أفيون نسميه بنجو نسميه زفت أي حاجة كل دا هو خمر يعني مش شرط ان الخمر يكون ازازة محطوط في ازازة ومخطوطة بغطا ومعرفش انت تفتحها ولا في كنز لا لا مش شرط يكون سائل يبقى الحشيش خمر الحشيش نجس الحشيش كبيرة من الكبائر الأفيون خمر الأفيون نجس الأفيون كبيرة من الكبائر واحد يقول لي ايه تبيرك بقى واحد بقى من الفصحاء السادة الفصحاء يقول لك ايه تبيرك بقى انه بيستخدم في الطب وفي العلاج نقول له الضرورة العلاجية دا موضوع تاني ما احنا بنستخدم السيبرتو اللي هو الخمر دا المادة المسكرة دي بتستخدمها تطهير للجروح ما احنا الأفيون بيدخل في مركبات مسكنات طبية مترامدول دا موصف اصلا كمسكن لبعض اللي عندهم كانسر عشان مسكن قوي جدا يعني انت بتتكلم ايه الضرورة العلاجية ما تتكلمش فيها ما تعملش نفسك تمرجي في الديمرداش خلي الضرورة العلاجية على جنب انما كل انواع ما اخذ لتغييب العقل هو ناجس لا تجوز الصلاة فيه لابد من التوبة والتطهر فيه